اي لعب احمد سيد عبد النبي التعليمات من احمد صراج استغلال طول القامل هاني عمر واحد من الهدفين هاني عمر ومحمد ياسر تلعبت اتعليت العرضية الرأسية جول 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 هدف اول للنادي الاهلي عملوها 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 اشهل جمال اشهل بداية احلى واجمل بداية لحكاية اليوم هدف اول للنادي الاهلي محمد ياسر القادم للنادي الأهلي من نادي شيربين الرهان اللي بيراهن عليه أحمد سراج يا ولد يا ولد يا ياسر قاد الارتقاء اصطدمت بظهر محمد ياسر إذن البداية في الدقيقة الرابعة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول تكون بي الرداء الأحمر يسود الرداء الأحمر في هذا اللقاء في أول أربع دقائق هدف نرجع نرجع وتفتكر أول أربع دقائق هترجع للستوديو التحليلي يتلاهي أحمد بلال قاعد وقع لعب نادي الزمالك نتمنى له كل السلامة هدف الديئة الرابعة الجيل ده هيلعب محمد أشرف الركلة الحرة للنادي الأهلي وسلاح استغلال الركلات الثابتة حمد أشرف يلعب ويعلق عدت مرت لكن التشتيت من لعب الزمالك يقلش مرة تانية تعدل الفيل يا ولد يا ولد أخطر كورة بعد الهدف ودي التاني مش ممكن يطلق حارس نادي الزمالك يلمي محمد أشرف ركل الجزاء ولا ايه؟ وفرامان من الصبر إبراهيم ركلت الجزاء للنادي الأهلي إشارة من أسامة السيد المساعد الأول في هذا اللقاء خد الإشارة وخد القرار أسامة السيد ركلت الجزاء للنادي الأهلي ركلت الجزاء في توقيت أكثر من رعه ركلت الجزاء الفيل ولا مين ولا محمد أشرف هنشوف راكلة الجزاء للنادلالة أسامة السيد خد القرار فاش أدنى اعتراض هنشوف مرة تانية عمر رزق يصوب يساد قادي محمد دي ياسر ياسر لم راكل الجزاء يا جماعة راكل الجزاء بدون أي كلام فاش أي كلام قادي الصورة قادي دادي ضرب الجزاء ومعاها محضر قادي راكل الجزاء مع صبق الإصرار والترصد محمد أشرف قادي المشهد قادي الصورة قادي شايفين مخرج اللقاء أستاذة محمد بايومي وادي جابهلنا بكل الأوضاع ومن كل الاتجاهات وبحيط وادي خد القرار الصبر إبراهيم حمد أشرف ركلة الجزاء للنادل أهلي يلا أشرف محمد أشرف وركلة الجزاء والسيد محمد موجهة ثنائية محمد أشرف لعب النادل أهلي والسيد محمد وركلة الجزاء هيلعب محمد أشرف 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 جول 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 الهدف الثاني عملوها تاني والهدف الثاني للنادل أهلي القمة تزداد حمرارا القمة تكتسي باللون الأحمر هدف تاني عن طريق محمد أشرف أحمد سراجة هيقول لعب النادل أهلي نرجع ونعيد ونقول تاني نرجع وندور على الهدف الثالث اتنين لشيء للنادل أهلي في واحدة من أجمل اللقاءات وأجمل البدايات شوف الملامح شوف ملامح نسر النادل أهلي على وجه اللاب محمد أشرف قلت لحضراتكم انتظروا هذا الولد الظهير الأيسر القادم للنادل أهلي هتشوف فيه امتداد كبير امتداد كبير لنجوم كبيرة مرت وعدت وفاتت على الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء هيلعب أحمد عيد يرجع مرة تانية محمد أشرف يطول ويعلق وسامة فيصل الارتداد من لعب النادل أهلي عايز عدي عبد الرحمن الضغط عليه المرتدة السريعة للنادل أهلي يلا يا راجل حماد الفيل يبقى يا حماد 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 الفيل لعب أبو الشرجل عدت مرت الفراري الفراري ركل الجزاء للنادل أهلي ركل الجزاء للنادل أهلي الفراري الفراري شادي ردوان وركلة الجزاء انطلق ومر وفات الفراري بيتدولوا الكرة ولا المين حماد الفيل ركلة الجزاء مين يا كابتن صراج هنشوف مين على ركلة الجزاء في النادرالي هدفين للنادرالي والاهلي يقترب من بمشيئة الله من هدف ثالث هل يتقرر بعد ركلة الجزاء نقول ايه اللي يتقرر هيلعب حمد الفيل ركلة الجزاء للنادرالي ومواجهة وادي الفراري ركلة الجزاء بدون أدنى تردد أو اعتراض اتنين لشيء للنادرالي وحمد الفيل ركلة الجزاء للنادرالي راكلة الجزاء السيد محمد في مواجهة حمادة الفيل حمادة الفيل يلا يا فيل حمادة الفيل الفيل جول 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 حتى هالو تاني في نفس المكان الهدف التالت للنادي لالي حمادة الفيل جوه جول هدف تالت للنادي لالي أسأل من هنا الكابت نحمد بلال هل يتكرر سيناريو لقاء الستة واحد الأهل والزمالك ستة واحد كان ينتهب شوط الأول بسلاسة أهداف مقابل لاشئ هل يعيد ناشئ النادي الأهلي ذكرى 16 مايو 2002 ثلاثة لاشئ للنادي الأهلي ثلاثة النادي الأهلي سيطرة هيمنة من لعب النادي الأهلي على أحداث شوط اللقاء الأول وثلاثة أهداف لأبناء القلعة الحمراء في شباك الزمالك ومعها يطلق صافرته حكم اللقاء ودي قبلة حمادة ألفيل عاصم وحسام ركلة الجزاء وصفرة صبر إبراهيم عاصم وحسام جول 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 في نفس المكان في نفس المكان ونفس الزاوية اللي وضع فيها لعب النادي الأهلي هدفي أنه بيحرز نادي الزمالك هدف أول عن طريق اللعب حسام أشرف واحد النادي الزمالك ثلاثة النادي الأهلي ثلاثة واحد للنادي الأهلي هيلعب محمد ياسر يرجع ويسلم لعرب بدق ضربة البداية تقد هدف هيفوق لعب النادي الأهلي أكتر تلعبت من أحمد تمريرة فين يا راجل حسام عبد المجيد تلعبت سريعة عند اللعب إيشو إيشو يطلع مرة تانية عاصم لكن اتلعبت مرة تانية وادي جول جول لنادي الزمالك جول لنادي الزمالك هدف تاني لنادي الزمالك واعلاعب من نادي الزمالك نتمنى له كل السلامة طلع عاصم وهدف تاني لنادي الزمالك عن طريق اللعب أسامة فصل يعني خروج خاطئ من لعب وحارس مرمى النادي الآلي عاصم سليم نلعب في ديئة خمسة واربعين هذه المشهد خروج خاطئ من عاصم وهذه التدخل مع حسام أشرف كل السلامة وهذه اللعب أسامة فصل يضع هدف تاني واعلاعب نادي الزمالك حسام أشرف إن شاء الله يكون مفوش أي حاجة أم بالسلامة وهذه الهدف التاني لنادي الزمالك واعلاعب النادي الزمالك وهذه التدخل مع تدخل ما بين عاصم وسلام أولاعب نادي الزمالك الخروج